اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسة على خمسة بيها واحد. فراح صير خمسة اس تلافة. امسح التحليل. هذا للتوضيح. افتح قوس يعني قوس صغير و قوس شبير. القوس الصغير راح اخلي بيه تلافة على اكس زادا اثنين على خمسة. بدون التكعيب. هنا راح اربح. تمام? عكس الاشارة. مربعة اصار تسعة على اكس تربية. وهنا هذا الاول في الثاني. فراح صار ثلاثة في ثمين ستة. اه و خمسة اكس. هنا انا مربع الثاني اللي هو اربعة على خمسة وعشرين. وانه تربعه. تمام. الاسه هذا المقدار شلو راح حمينا حلله. فهنا يصير ثلاثة اس ثلاثة. فهنا سبع و عشرين على ثلاثة بيها تسعة على ثلاثة بيها ثلاثة على ثلاثة. فهنا ثلاثة اس ثلاثة. زت تكعيب. ناقصا ثلاثة. ثماني شلون حللناها ثلاثة على ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة بيها ثلاثة. فراح يصير ثلاثة. يا افتح قوسين. قوس صغير و قوس شبير. ممسح هذه. ثلاثة زت. ناقص اثنين. 9Z تربيع طبعا هنا خلو لها تربيع Z الأول في الثاني فراح 6Z زائدا مربع الثاني 4 بس هاي الزت خلو لها تربيع الزت خلو لها تربيع لأن نسيت هاي هنا هنا B1 على B تربيع تكعيب على 5S3 عرفت شون تحلل 5S3 تمام 25 125 6Z صير 5S3 فهنا 1 على B ناقصا 1 على 5 فهنا 1 على B تربيع راح يصير وهنا الأول في الثاني 1 في 1 1 B في 5 5B زائدا مربع الثاني راح يصير 1 على 25 20 طلاب هذا 221 طلاب هذا و 216 O B 216 فهي تقبل قسمة على 6 بال 10 فراح يصير 36 على 6 راح يصير 6 بال 10 على 6 1 طلاب اللي ما يعرفوا اللي هيخلي الأرقام بدون فوارز ومن يخلص ومن يطلع الناتج يخلي فواصله تمام كأنه ما جاي تحل الـ 216 على 6 فهنا صار 6 0.6 تقعيب تقعيب وهنا N تقعيب فهنا قوس 1 قوس صغير قوس 4 خلي الإشارة هاي 6 0.6 خليها والـ N هنا تربح يصير 36 عكس هاي الإشارة الأول في الثاني هو 0.6 زائدا مربع الـ N